كابتن مساعد العمري خلينا نبدأ معك حول هذا الموضوع الآن قبل النهائي وبعد الأحداث اللي تابعناها في الكلاسيكو ممكن يكون هناك لها تبعات على الاتحاديين النهائي اختبار حقيقي للكفاءة الإدارية وليس الفنية كثر خير الاتحاد ولعيبة الاتحاد رغم كل الظروف وصلوا لنهائي كأس الولي العهد ينافسون وبقوة على الدوري يقدمون أنفسهم بشكل ملفت خلفهم مدرج يتابعهم في كل مكان ويعطيهم الدعم النفسي والمعنوي هذه المباراة الآن تحتاج عمل إداري وليس فني لأن العمل الفني في الاتحاد واضح والأدوات واضحة وخيارات المدرب محدودة ومحدودة جدا إذن التيم والتشكيل والتوظيف هذه واضحة في نادي الاتحاد حتى طريقة اللعب واضحة ولكن التهيئة النفسية التي تحتاجها هذا النهائي هو الاختبار الحقيقي لكيفية التعامل مع هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نعم ونحتاج ذكاء ملعب كيف تتعامل مع الملعب وأوقات الملعب وتقسيمات الملعب نعم هذه الأمور هي التي ترجح كفة عن كفة أنا أتوقع أن النصر حالته النفسية والمعنوية في الفورامة وقادم بقوة العالمي وفي المقابل العميد يخرج من مباراة كلاسيكو لها آثار كثيرة خارجة عن النصر هل يستطيع أن يعود للملعب؟ هنا الإدارة الإدارية قبل الفنية طيب هل اللاعبين يمتصون صدمة مباراة الهلال ويتناسونها ويلعبون بروح قتالية هي التي عرفت عن النمور؟ سنشاهد في المقابل العالمي ماشي صح عارف ماذا يريد ينافس على جميع البطولات وبنفس وبنفس الكفاءة على كاس ولي العهد على الدوري على كاس الملك كل الأمور النصر ماشي صح يعني احنا موعودين بكلاسيكو ونهائي جماله في تشريف سيدي ولي العهد من الأقرب للتتويج بهذه البطولة أبو عبد العزيز؟ النصر ولا الاتحاد؟ مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات يا بندر لا تستطيع أن تقول هذه المباراة كذا ولا حتى مباراة الاتحاد الهلال الأهلي النصر لا تستطيع أن تجزم لأنه فيها عوامل وتفاصيل صغيرة تتحكم في اللقاء انكسب النصر بس جملة واحدة انكسب النصر فهو ليس بالغريب لأنه عنده الأدوات وانكسب الاتحاد أيضا عنده الأدوات اللي يستطيع أن يكسب فيها ولكن من يستطيع أن يكسب المباراة هو من يستطيع أن يديرها داخل الملعب من اللاعبين الأدوار كلها انتهت وبقي اثنين وعشرين لاعب داخل الملعب عليهم أن يعرفوا أدوارهم الفنية وبلاشي تمثيل وبلاشي مضيعة وقت وخلونا نستمتع العالم كله شاهدنا الميدان يح ميدان الميدان يح ميدان طيب خلنا نشوف أبو يزيد اش يقول